بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة أمه ده من أيام وإحنا على الهوى تكلمتني الأستاذ أماني الأستاذ أماني بنت من بناتنا عندها 15 سنة قالت لي عايزينك تتكلم عننا شوي من الحاجات اللي أنا شايف إن احنا محتاجين نتكلم عنها وخاصةً وإحنا بنتكلم على السن ده بسبب لغبطة كتيرة جداً جداً حصلت عندنا بنشوف أسرها لما يكبر الولاد وبنشوف أسرها في الحياة الزوجية بس هو السبب فيها بيكون بدري هو إيه الحكاية؟ إن أولادنا ما بيتربوش على إن كل واحد فيهم يفخر بالنوع بتاعه يعني إيه يفخر بالنوع بتاعه؟ البنت تبقى فخورة على إن هي أنثى والولد يبقى فخورة على إنه ذكر ليه طيب؟ هي فين المشكلة؟ المشكلة إن إحنا ما بنقدرش إن نربيهم على إن هم يعيشوا الأدوار بتاعتهم وإن هم موزغيرين وعشان كده من أهم أدوار المربي هو تربية أولاده على القيم وأدوار نوعه الاجتماعي طبعا أنا عارف إن أولادنا في سن معينة ساعات بيقلقوا من النوع بتاعهم زي البنات ممكن يقلقوا من نوعهم لما يحسوا إنهم ممكن يتعرضوا لأي نوع من نوع التعدي الجسدي سواء التعدي الجسدي بمعنى العنف سواء العنف بقى دخلت شكل من أشكال التحرش أو شكل من أشكال العنف الأسري فده بيخليهم يقلقوا ويعتبروا إن نوعهم ده هو اللي جلب عليهم الحاجة السيئة اللي هم فيه طب يعني إيه قيم وأدوار الرجولة لو كان ذكر ويعني إيه قيم وأدوار الأنوسة لو كانت أنسة إيه اللي حاصل أنا بعتبر ده ركن ركين من الهوية بتاعت كل واحد فيهم مش بس الهوية اللي بتحدد احترامهم لجنسهم ونوعهم ولكن الهوية التي تتعلق بهويتهم النفسية اللي هتجلب لهم السمود النفسي مشاكل التراب الهوية بيبتدي بدري وإحنا عايزين نعالجه وعايزين نتعامل معاه وما نفضلش منتظرين لما ييجي علينا الوقت ونسلم بحاجات تختلف تماما مع منظومة القيم بتاعتنا لا إحنا نقف قصادها وهنتعامل معاها من بدري وبيكون جزء مهم من اتزان النفسي وسلامة علاقات الإنسانية بتاعت الشخص وإزاي يعيش حياته برسوخ وسعة وفرح بنعمة ربنا اللي متمثلة بأن هي بنت وأنثى وأن هو ذكر ولد هذا الفخ بييجي لما الواحد من كل منهم يحس من أهله ومن اللي بيربيه أن دي نعمة مش لازم كل واحد فيه نيداري للحاجات اللي عنده فبنشوف دلوقتي بعض الظواهر اللي فيها خلل في الإدراك والعيش بقيم وأدوار وجودنا زي كراهية البنت أو الولد لأدوارهم البنت تكره أدوارها كأنثة لأسباب مختلفة زي مثلاً وجود نموذك غير متزن سواء ذكري أو أنثوي في حياتنا أو راجع للصدمة اتعرضت ليها أو عدم الفهم الصحيح لقيامها وأدوارها فتكره أدوارها وتكره كأنثة والولد يحصل له نفس حكاية كمان يجرى دوره كرجل أو مسؤول ونعرف أولاد صغيرين من بدري بيقولوا احنا مش عايزين نكبر مش عايزين نبقى رجالة لأنهم خايفين يعانوا ويتعبوا ويتئزوا زي ما دايماً الرجالة بيقولوا لهم أن أنت لما تبقى راجل هتتحمل مسؤولية وهتتأذي وهتتعب والبعض ممكن ينخلع نفسياً من هويته ويتقمص هاي أو سمات النوع الآخر ويتشبه بيه زي ما بنات كتيرة في أوقات طريقتهم وهيئتهم مش بتعبر عن كانتهم كأنثة وأنا مش بحتاجة أكلمكم عن اللي بيحصل كتير جداً جداً مش بس في الصلاة الرياضية بل في الشوارع في الأماكن في العمل تحس أن أنت وبتتعامل مع فتاة أو حتى وهم صغيرين تحس أن هي مش عايزة حد يعملها على أن هي أنثة هي عايزة حد يعملها على أن هي ذكر فتفقد جزء كبير من الحياة جواها لأنها خلقت هذه البنت صغيرة الأنثة دي هي خلقت عشان تبقى رمز للرحمة والخير والجمال ولزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن النساء ما تتشبهش بالرجال وما تتشبهش الرجال بالنساء على فكرة معنى الحديث ده أن احنا نحافظ من أول خالص يعني مش هنستنى أن دي تبقى امرأة كبيرة ومش هنستنى أن ده يبقى رجل ونقول له ما تتشبهش بالنساء وقول له ما تتشبهش بالرجال لا ده الحديث حديث رسول الله السلام بيقول لنا من هم وصغيرين نربيهم على الفخ بي نوعهم هذه تفتخر أن هي أنثة وهذا يفتخر أن هو ذكر وده غير نفسية الصراع اللي بتكون بين الجنسين اللي بتنشأ جواهم لما مش بنربيهم على فهم معنى الرجولة والأنوسة الحقيقية فيفقدوا من جواهم الاحترام لنفسهم وبالتاني الاحترام للجنس الآخر فيتربى الأولاد على أن العلاقة بين الرجل والمرأة فيها ندية وصراع مش احترام وتكامل مش احترام وتكامل مع أشكال كتيرة جدا جدا بتوصلنا في الآخر إلى كراهية بعض الرجال وجود المرأة في سوق العمل مثلا على أساس أن هي هتقلل من فرصهم أو هتقلل منه ومن تجليات الصراع بينهم التعامل مع الجواز على أنه حلبة ملاكمة كل واحد يثبت قطرته وقوته وظاهرة زواج البيزنس المبنية على فكرة المصالح وأن الجواز شركة يعني خدوهات بس في بعض الممارسات لما بنمارسها في التربية بتساهم في الخلل ده وبتساهم بدري زي الأسوة في التعامل مع البنات واكسر البنت طلع يطلع لها 24 درع وإحنا عايزين نخب البنات عشان البنات بنخاف أن سساجتهم دي تجلب لهم خطر على عرضهم الكلام ده لغاية دلوقتي موجود لغاية دلوقتي موجود لغاية دلوقتي الأطفال بيتجوزوا في القرى والريف ولغاية دلوقتي لازم دا يتمنع لأن ده نوع من أنواع العنف نوع من أنواع ارتكاب الحماقة والحرام كمان مع الأولاد وتشوههم البنت دي بعد شوية بتكره أن هي أنسة لأن بتحس أن الأنوسة بتاعتها هي اللي خليتها تتباع لأن هي بتحس أن هي تباعت بتحس أن هي مش بنا آدم ليه حق أن هو يعيش مرحة طفولة وانطلاقه وأخياله وأماله وتحس أن هي للأسف شخص مش من حقه يفخر بنوعه ولا يعتز به لأن نوعه ده هو اللي جلب له أن حياته تضيع مع أن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الرفق بالبنات ويقول رفقا بالقوارير وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع السيدة فاطمة مش بس باعتبارها أن ابنته كمان باعتبارها أن هي أونسة تعامل راقي قيدا والشدة في التعامل مع الولد كمان أنه ما يعبرش عن مشاعره أنا ما عرفش مين أنا آسف يعني ما عرفش مين اللي بيرب الأولاد على أن الراجل ما يعيطش يعني هي الراجل ما يعيطش مين قال أن البكاء مش من علامة الرجولة وتربي الولد على كده ليه فالولد يتعلم أنه يكتم مشاعره يكتم مشاعره فيطلع بيكره الرجولة دي اللي بتخلي الواحد مزيف أو يطلع الراجل عنده شخصيتين أو يطلع الراجل بيظهر بمظهر قدام الناس بوشي قدام الناس ووشي تاني لما يكون لوحده ويفضل يدور على واحدة لما يكبر تشوف وشه الحقيقي اللي جوه ومستعد يبيع لها عفته أو يبيع لها كل استقامته ليه نعمل ده كله وشوف بقى التفريقة والتمييز بين الولد والبنت في التربية فالولد نهتم بتعليمه والبنت مش مهم والولد ممكن يعمل أي حاجة عادي أنا لسه من شوية كان عندي جلسة من جلسات الشيء الزواجي الراجل هما الناس مش عارفينه هو بيعمل كده ليه هو بيعمل كده لأنه شايف أن الراجل ما يعبوش اللي جيبه لكن لو عمل إيه اللي تأدب هو ما يعبوش ده أهم حاجة المجتمع ما يفش عليه فلما رب الولد على أنه سلوكه ده البنت هي اللي لازم تخاف على أخلاقها وعلى شرفها لكن الولد لو عمل أي حاجة عادي لا يا أهل الله احنا كده مش بنربي أولادنا احنا كده بنربي ناس مشوهين أي نوع من أنواع التمييز ما بين الأولاد في التربية على أن في حد من حقه يعمل كل حاجة وحد مش بنحقه يعمل أي حاجة احنا كده مش بنربيهم هو محدش يستعجل ده ملوش بالمناسبة ده ملوش دعوه بالمحافظة اللي اتنين لازم يتربوا على الأخلاق البنت لازم تعرف أن هي في حاجات ما بتعملعاش لأنها بنت ودوة فخر ليها والولد برضو لازم يتربع لأن في حاجات ما يعملعاش وده فخر ليه زي ما البنت ما ينفعش أن هي تطلع وتتعامل مع الأولاد بعنف كذلك الأولاد ما ينفعش يتعاملوا مع البنات بعنف الاتنين فيه تربية لكل واحد فيهم لازم نربيهم على أن الاتنين عبيد لله من أول خالص بنربيهم على أن ميزان القيم لازم يكون عندهم على حد سواء فمسلا قيمة الحياة لازم تكون عند الاتنين هي بتستحي وهو بيستحي ما ينفعش الأولاد يبقى أن رب الأولاد على أن الكلام اللي تدارك بينهم هو كلام فيه نوع من أنواع سوء الأخلاق وعدم الحياة ويبقى ده معناه أنهم يبتدوا يكبروا فيتكلموا كلام الكبار فيتكلموا في قلة الأدب لكن البنات لو عملوا لا والبنات كمان زي ما هم لازم يكون عندهم حياة الأولاد كمان لازم يكون عندهم حياة مين قال أنه لازم عشان يكبر وينضج وما يبقى زي البنات لازم يتكلم في كلام ما فيهوش حياة لا ده لازم يتربع على الحياة برضه حضرت النبي قال للرجل لما لقى واحد بيعاتب أخوه في الحياة ده كبير بقى ده شاب كبير ويمكن كان شيخ كبير قال دعوه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير فالأولاد لازم يتربعوا على الحياة كمان وإن زي من الأفكار الفاسدة اللي بنكرسها في بعض نفوس أولادنا فكرة إن الست خلقت لخدمة الرجل إيه اللي حاصل؟ لا المرأة خلقت لتحيا مع الرجل لما الأخت بتعمل لأخوها كباية شاي فده من باب المحبة ومن باب إن هي بتشكره إن هو سندها مش إن هي خلقت عشان تخدمه وده على فكرة مش عشان فيه كلام مشي في الاتجاه ده في كباية الشاي والكلام ده إحنا بنربي على الأصول الست مش مخلوق عشان تخدم الرجل ولا حتى الرجل مخلوق عشان يخدم الست الاتنين مخلوقين عشان يعيشوا مع بعض حياة كريمة إحنا بالطريقة دي بنهدر قيمة الرجول عند الولد وبنساعده يكون اعتمادية أنا آسف يعني زي بنهدر كرامة البنت وبنعتبرها إن هي ملهاش وجود وملهاش قيمة محترمة عند الإيه؟ عند الأسرة طبعا غير الأفكار بقى اللي كرسناها كرسها التدين الكام عندنا اللي منها التعامل مع المرأة على إن هي فتنة ولازم تدار فلازم تبقى في البيت وما تخرجش غير للضرورة وما يكونش عندها أي طموح إيه المرأة تبقى عندها طموح ليه؟ ولما المرأة تبقى عندها طموح لو جوزها ساعتها في الطموح ده فيعتبر إن هو عمل حاجة كده غير مقبولة اجتماعية فلازم هي تشيله فوق دماغها لإن هو عمل اللي محدش بيعمله مع إن الطموح ده كان موجود عند الستين عائش إن هي تبقى عالمة لدرجة إن هي بقت تناقش الصحابة واستدركت عليها وشوفها يا بتناقش سيدنا عبد الله بن عمر لما قالت إنه لنتهم أبي عبد الرحمن ولكن السمع يخطئ ويتجمع لها ويجي العلماء بعد كده يجمعوا مناقشات السيدة عائشة للصحابة ويسمي الكتاب الإصابة فيما استدركته السيدة عائشة على الصحابة يبقى من الأفكار الفسدة كمان إننا رب بناتنا منهية صغيرة على إن هي ملعاش غير بيت جوزها ونقمتها بس في الجواز ويبقى كده بنجهزها لما أسميه أنا كآبة العنوسة أول ما السن يتقدم بيها عن السن اللي إحنا حطناه لها رنج للجواز تكتائب وتحس إن حياتها بتضيع منها وتوقف ومتشتغلش وتعتر عشان وصمة العنوسة ليه كده؟ ده تفكير ضيق جدا لا البنت لها حاجات كتيرة جدا جدا في الحياة ما حدش يقولي الكلام ده ما بقاش موجود وموجود وعشان كده لما بنقبل من البنت إن هي ما تتفوقش مع إن البنات الله أكبر عليهم أوائل الشهادات طبعا أنا ما بحبش أزمة السنة العامة بس أوائل الشهادات بتبقى إيه؟ لما بنعمل أي تدريب أكتر اللي بيتدربوا مين؟ بنات فلما تدخل الحزة وجاء ما يكونش عندها الوعي والنور والسعى اللي يكون إضافة في حياتها وبيتها وفي المعاملة مع زوجها وتربية أولادها أو إنها تكره نفسها لو ما تجوزتش الأفكار دي اللي شربناها كمان من بعض وسائل العلام زي فكرة التعاون مع الإنسان على إنه سلع على إنه جسد فقط زغيرة تسليع الإنسان فيختزر الجنسين في أدوارهم في الحياة في العلاقة الجسدية ومحدش يقول لي ده مش موجود ده موجود مع إنهم عاملين زي بالظبط لما يجوا يتكلموا عن المخدرات أنا ثقافة معرفة المخدرات كتير متاخدة من بعض الحاجات اللي بنعرضها وكذلك إن الناس الحب لازم يروح للجسد ولازم يروح للجنس ليه بن رب الناس على كده ما إنهم جسد وعقل ونفس وروح وقلب لازم نرب أولادنا عن الفهم الصحيح للقيم وأدوار الرجولة والأنوس وعشان كده نعمل إيه بقى تعالوا لابد إن احنا نعرف أولادنا إن الأنوسة نعمة وإن الزكورة كمان نعمة فالمرأة بركة 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 يعني إيه مش حاجة ملاش لازمة لا المرأة مش بس نعمة لا وجودها كمان يفتح الأبواب عشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن من بركة المرأة أن تبكر بأنسة يعني من بركة الست الحديث لها حسنا والإمام من ناو بفايدة قدير إن من بركة المرأة تعمل إيه إن أول خلفتها تكون أنسة والمرأة رمز الأكبر ثلاث قيم عندنا عليا وهي الرحمة والخير والجمال لما سؤل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم من أولى الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أبوك وعشان كده وعشان كده رحمة أمك خير أمك جمال أمك ومن أدوار المرأة كمان إن هي رائية ودائمة واحتياجها الأساسي هو الأمان أما الرجولة ففيها جملة من القيم الرجولة صدق على فكرة الرجولة وعلى فكرة الرجولة دي ممكن تكون صفر الذكر والأنسة بس الرجولة اللي احنا بنربع عليها الذكور من هما صغيرين إن هما يكونوا صادقين إنه يكون عنده مروقة ما يبقاش خرعة ما يبقاش إنسان تارك المبادرة يبقى عنده عزم يحس إنه هو مسؤول يحس إنه إن السند عنده مش هم وغم إحنا عاديين نربع أولادنا إنه أب لازم يحسس أولاده إنه هو معموم ومغموم الرجولة مدد من الله الرجولة شجاعة الرجولة مليئة بالرحمة بالناس ومساعدتهم ومسندتهم الرجولة خدمة ايوه عن رب أولادنا بقى على إن الرجولة بلتجة بلتجة عشان نسيطر على الناس ده مش من أخلاق الرجولة دي أبدا ومش من أدوار الرجل إنه هو يكون بندكي لكن أدوار الرجل إنه هو يكون ساعي يجلي بالرزق وحامي يحمي كل اللي حواليه وراعي وحمال كمان ويقود بعقل واحتياج الرجل الأساسي هو التأدير نعلم أولادنا إنه هم يحصلوا على التأدير بشكل متزن يبقى لازم نعرف إن أولادنا كمان يتربوا على ده ونعلم أولادنا إن العلاقة بين الذكر والأنسة علاقة تكاملية مش علاقة بتنشأ على إن كل واحد فيهم إما يستغنى عن الآخر أو يصالع للآخر عشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن النساء شقائقوا الرجال عشان نحس بالتكامل ولازم نركز في أدوار حياتنا في أدوار أولادنا في دور الأب في حياة الإبن دور مهم جدا عشان يتعلم من سمات النموذج الزكوري المتزن وقيم الرجولة ودور الأب مهم كمان في حياة البنت لأنه بيأكد شعورها بدور الأنثة وبيدعمها وبيجعلها تنطلق في الحياة وهي مش حاسة بالخوف وكمان دور الأم مهم في حياة البنت ومهم في دور كمان في حياة الولد أنا شفت كتير في مجالسات الإرشاد الزواجي لما بيتراجع دور الأم الولد بيحصل له إيه لازم كمان تكون الأم لها دور كبير في حياة أولادها ولازم كمان أنتم نفسكم كأباء تقدروا وتحترموا وتعيشوا المعنى الصحيح للرجولة والأنوسة وتعاملوا بعض باحترام وتأدير وكل واحد يعامل التاني بالتزان وشوفوا جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيعامل زوجاته لما تهم سيدنا صفية أن هي تركب فرسول الله صلى الله عليه وسلم يسن ركبته عشان تطلع على ركبته عشان تركب ولا إزاي كان بيعمل ستنا فاطمة الزهراء عليه السلام لما يقبلها مبين رأسها ويعمل إيه ويفرش لها بردته مجمال كمان معاملته ستنا السيدة خديقة وعشان كده لازم نهتم بهذه التربية يا سادة هنخلق فاصل ونرجع تاني نكمل معاكم كلامنا على إزاي نكون حياتنا كلها حياة تكامل وربع أولادنا على ده عشان يتطلع الأنسة رمز للرحمة والخير والجمال ويطلع الذكر سند وداعم فالمجتمع يقوم ويعيش في أمان ويعيش كمان في جمال يا رب تديم علينا حياتنا في اتزان عشان نزوق حلاوة الإيمان بعد الفاصل نتلقى أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ويفضل الجلس الممدود بيننا عشان نفضل في حضرة مولانا على الدوام ونفضل نتلقى مدده سبحانه وتعالى ونسأله دايما التوفيق والسداد على الدوام في كل أحوان ونأخذ أول تليفون من أستاذة إيمان من الأليوبية أستاذة إيمان أهلا وسام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقول لحضرتك يا عم الشيخ أنا متجوزة بقالي أربح سنين نعم وعندي واحد وعشرين سنة ومعيا تفلي وعلى طول أنا وجوزة مشاكل بيعني أني معاملة وحشة يعني أنت جوزتي وأنت عندك سبعتاشر أه ولا تمنتاشر سبعتاشر سنة مم وبعدين وكان على طول يضربني فريق السن كم سنة على أقل اتنشر نعم كان فريق السن كم سنة آه يجي عشر سنين أو اتنشر سنة هو ابن عمتي مم وكان على طول يضربني مم ومعاملة وحشة وشتايم وعلى طول أنا بنزف وكل ما روحك شيف يقولولي أنت عندك حالة نفسية طبعا أنا مش عارف أعملي أنا مبطلش عياط للو معه طيف وأنا مش عايز أتطلق أشان عيال طبعا أنت خلاص بقى عندك وسيقة وسيقة جوازة رسمية صح أوه فأنت أقولي أعملي طبعا أقول لك تعملي إيه أول حاجة بس يا بنتي عشب بس يكونوا واضحين هو بيضربك وبيشتمك هو شايف أنه هو بيربيك هو خادك صغيرة عشان على قد إيدي في ربيك وانت بصيتي لقيت أنت أنت بتتعاملي مع الأمومة وبقى عندك أطفال وانت حتى الآن لم يكتمل وعيك عشان تبقي زوجة فإحنا في وضع صعب فالوضع ده محتاج تدخل تدخل مع هذا الشخص من حد يفهمه إزاي يتعامل مع شخص خرج من الطفولة ليتوه عشان يتعامل مع كل مقتضيات الأمومة والأنوثة بكامل معانيها هو هيدرابك عشان العلاقة الخاصة وهيدرابك عشان أنت مش عارفة تكوني زي أمه وهيدرابك ما عايز بقى يربيك طبعا كل الكلام دي جريمة الضرب ده جريمة وحرام وهي دي بعض مشاكل الجواز في السن اللي احنا بنمنع الجواز فيه وفي نفس الوقت دي مشاكل الفاجوة الزمنية اللي بينك وبيها أنا يا بنتي عشان ما كترش عليك وما زودش عليك لأنه مش من طبعي إن أنا أفضل أبكي عن لبن المسكوب احنا دلوقتي أزواج وعندنا أسرة وعندنا أولاد نعمل إيه زوج حضرتك لابد أنه يقعد مع ناس تفاهمه إزاي يقدر يتعامل مع الفاجوة السنية اللي بينك وبينك فبتقولوا لي يعمل إيه وهتي وتعاليني على مركز الإرشاد الزواجي عشان نعرفه إزاي يقدر يتعامل مع حضرتك لأنه هو متصور إنه هو يتعامل معاك زي ما يتعامل مع بنته فالمشكلة أصعب شويتين تلاتة من إنك أنت تعملي حاجة فيها يا بنتي أنا ممكن على فكرة أقولك شوية كلام كده أنا عشان الهوى بس أنا بتكلم في الحاجة الحقيقية وده هوت اللي إحنا بنحذر الناس فيه لما يكونوا مقبلين على الزواج يا جماعة الخير خلوا بالكم من فارق السن لأن فارق السن ممكن يعمل فارق ما بين جيلين طب وإذا كان هو كمان بيتجوز واحدة تحت السن فهو بيتعامل معاها على إن هي طفلة فبيربيها فإزاي دي عتشاركه في الحياة ولا إزاي عاي كلها رأي ولا إزاي ممكن تخلفه إنت حاسة إن انت لك رأي وعايزة تعيشي لأنوسة هو شايفك إن انت طفلة وسازجة يبقى الحل وإيه إن انت تسمعي الكلام اللي أنا قلت اللي أنا قلت قد قولك ده وتعودي معاه لو قدرت تعودي معاه قاعدة تقولي له أنا أنت زوجي وأنا بحبك وإحنا عايزين نرب أولادنا بطريقة صالحة تعال مع بعض بدل نستبدل الطريقة اللي أنت بتعملها دي بطريقة تعود بالنفع علي وعليك وعلى سعادتك وعلى سعادت دي وعلى سعادة الأولاد طب إذا ما كانتش هو قادر يتعامل مع الكلام ده خلاص زي مونتقل إحنا محتاجين خبير ليه طيب لأنه هو محتاج يبقى عنده وعي بالحالة اللي هو فيها هو بيتعامل على أنه هو أنا لحد تكلمه ويقول له مانا مولانا هي شخص غير مسؤول هي لا هي بتفهم ولا عارفة يعني تربية أولاد ولا أكل ولا شرب ولا زوج ثم أنت خدتها صغيرة عشان تربيها على إيدك المعنى لنا أصلا رفضه في مسألة الجواز أنا رفضه أصلا مع الكبار أنه واحد يتجاوز واحد عشان يربيها فإزاي بقى نعمل الكلام ده فأنا بقولك يا بنتي أعودي معاه مكلمي ويسمعي الكلام اللي أنا قلت وقولك ده ولو سمحته متفضله عشان نضع طريقة للتفاهم وعلى فكرة أنا مش بتعدى عليه أنا بقوله بنصحه عشان أولاده عشان أسرته وعشان كمان تقوى الله سبحانه وتعالى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم فالقصة عندي زوجك آه بس كمان أنتو الاثنين عايزين تدرسوا وتعرفوا أشياء ممكن تخليكم وصلوا للتوافق والزواج وده مش هيقدر تعملوه أنتو لتنل وحدكم فلازم يبقى فيه خبير بينكم معانا أمو محمد من الفيوم أمو محمد سلام عليكم عليكم سلام عليكم بس يا أمو محمد بس أنا أتمنى على حضرك أنه أنت توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفول لو تكرموا حاضر يا مولان سمان إزاي حضرتك فضل ونعمة الحمد لله معلش يا مولانا عندي سؤالين فضل يا فانت أقول سؤال أنا بحلف بالله كتير كل حاجة والله لو كده هو حضرتك ممكن بس تسمحيي نوط التلفزيون لو تكرمت علي السؤال الثاني لو لو تلت بنات ممكن عمهم يورس فيهم طيب أنت دلوقتي سؤال هو مين اللي مات ودلوقتي اللي مات ويفضل أب آه تمام ودلوقتي عندنا بنات ومين تاني لو لو الأب مات ممكن عم البنات يورس فيهم ما احنا عندنا مين بيورسوا تاني هو ما عندوش هلا تلت بنات ومراته طيب يا بنتي خلينا بس الأول في السؤال الأولاني السؤال الأولاني كان إيه حضرتك أنا بحلف بالله كتير كل حاجة اللي أولادي يعني والله ما سملك والله اللي أعمل آه أنا السؤال ده بتاعي أنا ما سنك ما أنت لازم توطي التلفزيون عشان أقدر أتواصل معاك يا بنتي لو سمحت سنك كم سنة أنا سني ثلاثين سنة فضلتك وعندك أولادك عندهم كم سنة آه حداشر وسبع سنين حداشر وسبع سنين آه يعني أولادك تلوقتي بديين في السن اللي هيتسمى سن المراهقة اللي هو عنده حداشر سنة ده تعيب تدي يدخل في سن المراهقة آه حضرتك بس هو حركاته كتير وشي جدا يعني يعمل حاجات كتير طيب يعني زي الصلاة كده باتكلم فيه كتير الصلاة باتكلم فيه كتير وما فيش فايدة طيب أنا أقولك تعملي إيه يا بنتي حضرتك بس يا سيد محمد المسألة ببساطة خالص عشان بس المسألة تبقى واضحة احنا عندنا حاجة واضحة ايه الحاجة الواضحة دي الحاجة الواضحة ان ابنك دلوقتي في فترة حرجة يعني ايه في فترة حرجة في فترة تحتاج لمعرفة مختلفة عن المعرفة اللي انت كنت بتربيه بيها لما كان بيرضع ولما كان لسه بيبتدي يروح المدرسة هو دلوقتي هيبتدي يعبر على الرأيه هيبتدي يعبر على الرأيه يعني ايه ما تنتظريش ان انت تقول له الحاجة ويقولك حاضر لان هو احنا علمناه عشان ما يقولش حاضر بس احنا احنا تعلمناه عشان يقدر يناقش ويتعلم اكتر وهو مقتضى ان هو اتعلم ان بعض الحاجات هيشوفها ممكن تكون خلاف اللي اتعلمه فالمفروض ان هو يناقشك المفروض هو يقولك رأيه فالطريقة المناسبة فيها ثلاث حاجات عشان تقدر تتعاملي مع ده انت سألتيني ايوة على انك انت بتحلف كتير انت بتحلف كتير ليه؟ اما بتحلفي عشان تخوفيهم والله العظيم لا اعمل فيك كذا وكذا 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 او تحلف كتير عشان هو يصدقك ان انت صادقة في مصلحته انا رأيي الشخصي ان انت مش محتاجة للحلفان ده لان انت بتحاولي تلزمي نفسك او تلزميهم بده انت محتاجة بأكثر وعيا اكثر وعيا بايه؟ فتستخدمي تلات حاجات اول حاجة تستخدمي معاهم السماع تسمعيهم اكتر ما تكلمي اكتر ما تؤمريهم يعني توقفي عن الاوامر اسمعيهم اكتر ما تؤمريهم الحاجة التانية اطراحي عليهم الأسئلة طب في رأيك نعمل ايه اطراحي عليهم الأسئلة يبقى أول حاجة اسمعيهم أكتر ما تؤمليهم الحاجة التانية اطراحي عليهم الأسئلة الحاجة التالتة والمهمة لو سمحت يقلل العقاب خالص العقاب ما يزيدش لأن العقاب عاي يخليهم يتمردوا عليك فتقلل العقاب خاصة عند اللي عنده 11 سنة ده لان انت لو زودت العقاب للأسف 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 هو يتمرد عليك اي محاولة ان انت تعقبيه هيتمرد عليك اما بالنسبة لمسألة المراس دايما مسائل المراسة انا بحظر الناس ان انتم لازم يكون فيه اعلام مراسة عشان نعرف مين الورث لكن الكلام ده العام ده مش هيبقى افضل في مسألة لان كمان والناس بتعرض المسألة بتعرض المسألة بعلاقتهم مع بعض هو عم ينفع طب هو عمك ولا اخه المتوفى طب هو ترك مين وعشان كده انا شايف ان حالاتكم مشكورين تعالي وعاتي اعلام مراسة ونتكلم فيها لان واضح ان المسألة مسألة النزاع وما ينفعش بمسألة النزاع ان احنا نفتي فيها العواء لازم نكون حريصين وتجيبيننا المسألة دي ونجاوب حضرتك السيدة محمد تتفضل نعم او فضل الحمد لله معلش اعظرنا انا اول مرة تدخل التليفون اتأخر عليك شوية معلش لا مش هتتأخري ولا حاجة اتفضلي اسألي سؤالك على طرق ماشي حضرتك انا انا متجاوزة بقالي ستاشر سنة مم وجوز كويس معي وعني كل حاجة بيجيبها لنا ومش مستخطر فينا حاجة انا وولادي ايه تفضلي اه فانا والدي توفى بقاله ستاشر سنة برضه ده بتجاوزته وهو توفى يعني اه فكان معانا اخونا الصغير اقول لازم نجاوزه لو لما نقسم المراسه كده فانا ورست من ايه من سنة من رمضان اللي فات مم فحضرتك لما جيل فلوس وكده جوزي طلب مني فلوس فديته في الاول فراحة كتير يعني فانا بقى بقى ربعمائة الف حطيتهم في البنك حصلت مشاكل كتير ان انا حطوهم وكده وفتاعة فالماما في الاخر حطناهم فبقى يعني ففي وقع في ظرف انه عايز فلوس اه فانا عادت اقول له لأ دول خليهم لولادي احافظ عليهم عشان احنا هو ظروف يعني بتبقى معا عربية مرة شغال مرة لأ فظروفنا يعني على قدنا سؤالك يا محمد سؤالي بقى عليش ومعا انا حتى مبلغ في البنك فبيطلع لي اراد منه كل شهر طيب فهلا اطلع له اطلع منه يعني ذكا كام طيب اجاوبك انت معن تجيش غير مشوية الفلوس اللي انت حطيتهم في شهادة الاستثمار دول اه هما دول بس اللي حلت اللي هما مرسى ابويا يعني كان انا كان ميراتي يعني ومش عايزة تسألي عن ان انت اللي بتعمليه دوت ان انت تحافظ على الفلوس ده من حقك ولا لا اه من حقك او لا وجوزي بيطلب مني الفلوس وانا بارفض وبيتخانق معايا ويعني بتحصل مواقف كتير اول نمعي لما جبتش الفلوس هطلعك لما جبتش الفلوس هرميكي والكلام ده كله حاضر اجاوبك وانا من حقك ان انا اديله وانا لما بقوله لا بحرام علي ولا مش حرام حاضر اقولك اجاوبك وبيسمعي الكلام اللي انا اقوله لك ده اول حاجة انت طلعي عشر الريع يعني الفلوس اللي بتجيلك كل شهر دي طلعي عشرة في المية منها يعني لو بيجيلك تلات تلاف جنيه طلعي تلتميت جنيه كل شهر كل ما يجيلك الفلوس طلعي منهم تلتميت جنيه واتديهم صدق وما تدقمش لزوجك مش لانك انت متضايق من زوجك لا لان زوجك لو تطيلوا فلوسك انك بتديها لنفسك طيب ادي اول حاجة الحاجة التانية هل فلوسك دي من حقك ان انت تتصرف فيها زي ما انت عايزة الجواب نعم الجواب نعم هل حق لزوجك ان هو يقولك تعملي ايه ما تعمليش ايه بفلوسك دي الجواب لا لانك انت انسانة كاملة الاهلية كاملة الاهلية يعني مش محجور عليك وانت عندك رشد تستطيع ان انت تتصرف في مالك ومالك المال ده مالك تام فتستطيع ان انت تتصرف فيه زي ما انت عايزة احنا بنقول ايه بقى بس خلي بالك اتعامل مع جوزك معاملة حسنة لان انت في بعض الاحيين الستات بتبقى تتهم جوزها بانه راجل مادي او اي حاجة لا ما عندناش الاتهمات دي وحسنة عشرته بس انا بقول لهو ما تبصش لفلوس زوجتك لان دي زمتها المالية مستقل عملت حاجة من نفسها وساعدتك في ميزان حسناتها وتشكرها وتحمد لها ده ده واجب عليها مش واجب عليها شوف المسائل واضحة ازاي عشان المسائل ما تتلعبكش علينا ونفضل في كلام كتير نعم خلاص يا امو احمد استاذ محمد يتفضل استاذ محمد استاذ محمد لو سمحت تكلمنا احاول تكلمنا تاني يا استاذ احمد خلاص يا امو احمد عشان باس المسائل تبقى واضح يبقى احنا بنعمل ايه بنقمر الرجالة ما يدخلوش فلوس الستات لان تدخل الرجالة في فلوس الستات بيحسس بحسس الستات بالخوف تاني حاجة بنقمر الستات ان هي تحسن العشرة للرجالة ومتحسسهمش ان هما طمعين وبيوس فلوسهم لا ده مش من حسن العشرة ولا حاجة تالت حاجة ان الراجل ما يطلبش الفلوس من الستة لان هي ما تحسش ان هو بيهددها وان هو مش قعد مع اغرى عشان فلوسها كل الكلام ده ما يتعملش عشان ليبقى في علاقة متزنة أم آدم تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته تفضلي أهلا وسهلا لو سمحت ألم بحضرتك لو سمحت أنا كان حصلت مشكلة بيني وبين جوزي وقال لي قال لي أنا هتكلم أمك علشان تيجي بس علاية الطلاق منك بالثلاثة لو مزلت مع والدتك تبقي طالق بيني بالثلاثة وبعد كده لما والدتي جات شديني أنا وهو جامد وبعد كده إيه قال لي أنت طالق يلا تفضلي مشي طيب وبعدين عاوز أعرف بقى بعد كده هو جي أخدني طبعا قالوا أنا وقلت له وفي ناس يعني أكبر مني قالوا لي ما ينفعش تروحي معي غير لما تروحي داري لإفتش الطلاق دا يتوقع ولا مش وقع بتاعه وبعدين فأنا عاوز أعرف هو الطلاق بتاعه كده لما أنا نزلت وقال لي تبقي طالق مني بالثلاثة لو نزلت مع والدتك دا يمين بتاعه وقع أنا ما قدرش أقول لك وقع ولا ما وقعش وأي حد هيقول لك وقع ولا ما وقعش من غير ما يكون مشتغل بالفتوى ومن غير ما يتحقق من زوجك يبقى راجل ضلال يبقى الحل هو إيه تتفضلوا حضرتك أنت وزوجك تكوننا على ضرر الإفتة عشان نتحقق منه ونشوف هو كان بيقول إيه وقاله إزاي وفي أي حالة وفي الظروف شكلها إيه وهو كان ماذا ينوي كل الأسئلة دي بنسألها له عشان نعرف هو كان عنده حالة من حالات الإدراك وحالة من حالات الإملاك ولا لا ونشوفه هل العوارض اللي تمنع طلاقه من إنه هو يقع كان متلبس بيها ولا لا فإحنا لازم نتحقق بشكل صحيح وإلا ينبقى الناس لا نراعي أمانة ما أوكلنا الله سبحانه وتعالى به بنا من مسألة بيان الأحكام الشرعية فأنت يا حضركة فضالي مشكورا إما تتسلي بنا بمئة وسبعة أو تتسلي بالتليفون أو تجون نظاري الإفتاءة المسرية وإلا خلاف ذلك مش هينفع نوصل أبدا أبدا للطلاق وقع عالم الشوق أستاذ محمد رجاليين تاني تفضل أستاذ محمد أستاذ محمد رجاليين تاني تفضل سلام عليكم أستاذ محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قبل ما أقول لك السلام ورحمة الله وبركاته وطيرنا التلفزيون شوية الله يكرم انفصلنا يعني ايه راحة البيت اهلاها ولا انفصلتوا يعني اتطلقتوا اتطلقتوا بورق رسمي يعني اه بورق رسمي اه وانت طلقتوا على الابراء فبقى اطلقتوا ده بين بينونا صغرى لا والله اه اتجوزت يعني اطلقتوا واي اتجوزت طيب يا سيدي وبعدين طلقتوا اتجوزت وخلفت واخلفت كمان طيب وبعدين تمام دلوقتي انا انا رجل مريض وما بقدرش اتجعل ما بتقدرش ايه اه هيا اللي هما منها بعتتهم له ايه كماليش دعوة بيهم مم قالت لك ماليش دعوة بيهم يعني ماليش دعوة بنفقتهم ماليش دعوة بيهم هما سنهم كام سنهم اه اربعة عشر و اه و تلات عشر ومعها بنتي معها ايه مع بنت بنت صغيرة منك برضو كانوا تلاتة اولاد كانوا تلاتة اه يعني البنت اللي عندها كم سنة اكيد اللي اذهل عنديها جهت سنين طيب ايه قالت لك الاولاد اللي هما اربعة عشر و تلات عشر ايه مش ادرة على تربيتهم ولا رجعتهم لك كده لان هي اه جوزها مش راضي بيهم لا اهو هي هي رميتهم كده اكلي لا ما ليش دعا بيهم تطرف زي ما انت عايز تطرف ليه قالت لك كده ليه اه عشان خاطر الجاعة تجوزت يعني ايوة يعني جوزة مش عبت عشان خاطر لما تعبت وباكل صرف مرضية عندي مرض اسم مرض الشصوم وبعدين تمام بتنفق على اولاد دي ولا لا يعني مش متأسرة يعني ايوة طيب اسم طيب خد والدتي معك هي والدتي معك هي سلام عليك يا دكتور عم عليك بس يا عم تكاتو تفضلي يا فاند بس يا دكتور هي لما تعب وحصل له اللي حصل قالت له انا ما شلش مريض طلواني عشان انا ما ينفعش اشير عيان احنا دلوقتي خلاص انتهينا من مسألة ان هي ان هو طلقها هي اتطلقت وخلاص وهي هي دلوقتي بقى مش طيقة العيال وتقولهم العيالك ما يجوش عندي ولا يخشوا بيتي ولا يجولي ولا شوفهم ولا يشوفوني انا ما ينفعش اطرف عليهم يبقى هي المسألة ان هو ابن حضرتك بسبب مرة خلاص ما بقاش عنده عمل دلوقتي اه فما بقاش يدفع نفقة الاولاد صح كده يا دكتور مهما كان يعني هم هم الايال قاعدين معا الولادين طول قاعدين معا يعني لما قولوا يا بابا انا عايز اروح لبص علي واشوفها حرام لا لا معلش حضرتك واحدة واحدة بس عشان بس نتحدث انت دلوقتي قلتلي ان المسألة كان السيد احمد السيد محمد كان بيسألني على مسألة ينفع ان هي ترمي اولادها ولا لا صح كده هي كده مهرميهم مهرماتهم فعلا يا حجة حجة معلش نعم ممكن تجاوبيني على الاسئلة اللي بسألها لك عشان نقدر نجعلها اتفضل فانا دلوقتي بيقوها دلوقتي قلتوا ان هي رامة الاولاد بس ما قلتوا ليش ان هو بسبب الفصام ما بيشتغلش اي فهو ما بينفرخش على الاولاد اي فزوج طريقة ابنك قال لها انا مش هقدر اصرف على اولادك صح لا ما قال لهاش كده خلاص قال لها معيان وتسيليني وان شاء الله ربنا يا فعلني طيب خلاص انت بتسأليني دلوقتي هل الست دي اللي فعلته ده جائز ولا مسجائز اجاوب حضرتك يا فانت بصوا جماعة احنا اولا ليس هناك من العقل ولا من الديانة ولا من الاخلاق ان في حد من الوالدين يتخلى عن اولاده لكن ليس معنى اني حد يتعرف لزرف اخر فمين الذي يجب عليه النفقة فهي اذا كانت طلبت من زوجها ان هو ينفق عليها او ينفق على اولاده او يتصرف عشان ينفق على اولاده فهذا ليس حرام ان هي طلبت منه ان هو يتولى النفقة على الاولاد وبما انها مش قادرة تنفق عليها فهي طلبت منه ان هو ينفق على الاولاد لكن التخلي بقى وعدم ارادة رؤية الاولاد وان هي تقطع الصلة بينها وبين الاولاد وان خلاص لان هي جوزت تتخلى عن الاولاد تخليا تاما هذا حرام طلب النفقة من الزوج هذا واجب فهي تتخلى عن اولادها تخليها عن اولادها تماما ده ده حرام لكن طلبها من زوجها ان هو يتولى امر النفق على الاولاد ده واجب على زوجها زوجها لابد ان هو يتصرف وينفق على الاولاد او ينفق على الاولاد من بعده من المسؤولين عن هذا الزوج الذي لا يستطيع ان يعمل غير كده مش هنقدر نلزم امرأة ان يتنفق على الاولاد وهي ليس لها مصدر من الكسب الكلام واضح تخليها عن اولادها وعن تربيتهم حرام وجوب نفقة الاب على الاولاد واجب شرعي كلام واضح وليس فيه اي مواربة وليس فيه اي مبالغة ولا اتهام لحد بل على كل واحد من الزوجين ان هما يقوموا باجباتهم وقبل ما الناس تطلق عليهم ان هما يديروا حياة الطلاق عشان يوصلوا لطراء متحضر وطلاء محترم يحافظ على الواجبات الشرعية سواء من الام او من الاب يا رب الهمنا السواب والرشد عشان نقدر نكون بحق نعمة اولادنا اللي الله سبحانه وتعالى اودعهم امانة عندنا وان احنا لا يجب ان احنا نرعاهم مش نضيع مستقبلهم ومش ندمر نفسهم لان ده كله احنا مسؤولين عنه لانه كلكم راعي وكلكم مسؤولين عن رعياتي يا رب الهمنا السواب والرشاد وجعلنا دايما من اهل التوفيق وجعلنا في سعتك وفي رحمتك وفي بركتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين الهمنا الرشدة والصواب في كل وقت وحين يا رب العالمين